موسيقى بكمل بقول يعني اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم على طول حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية هي برضو آية صعبة لكن نبسطها مال الظلم هو كل الأموال اللي في الدنيا لماذا سمها المسيح مال الظلم لأن منتهى الظلم في توزيعها تلاقي التجارات النجسة والمحرمة وتجارة السلاح وغيره هي اللي بتكسب وتلاقي معظم أموال الدنيا مش رايحة على عمل الخير لكن على عمل سواء القتل والحروب يعني الحروب المشتعلة الآن في العالم فكرك يعني بيجي لها الدعمة من عند ربنا ما هو ناس بتدعمها وبيدعموها ليه لأنهم أشرار لذلك هذا المال انظر إليه في حقيقات إنه مال الظلم اللي بيشتغل بأمانة وبيشتغل بكد وبتعب بيحصل على أقل قليل والذي يتاجر في التجارات الممنوعة النجسة المحرمة هو اللي بيدخله الملايين والبلايين لذلك انظر إلى المال اللي في جيبك اللي انت واخده بالحلال لكن انظر إليه أنه جزء من منظومة كبرى هو مال الظلم ولذلك احضر من أن تجعله سيدا عليك لكن اجعله خادما لك واحد قال المال سيد قاسي وخادم جيد إنه أصعب سيد عندما يكون سيد عليك حيتعبك جدا لأن في ناس بتقتل بعض يقتل أخوه عشان خاطر فلوس لكن إذا جعلته خادما لك وخادما لأمور الله فهو خادم جيد